الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الجمهورية الجديدة تتسع للمصريين جميعا دون تفريق أو تمييز مشيرا إلى أنها جمهورية الحلم والأمل وجمهورية العلم والعمل والجمهورية القادرة وليست الغاشمة والمسالمة وليست المستسلمة جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي أثناء تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وكان في استقبال الرئيس السيسي البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكراز المرقصية وبصحبته الأساقف المشاركين له في الصلاة هذا وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته على أن أي تحديات أو صعاب ستهون طالما أن المصريين على قلب رجل واحد محذرا المصريين جميعا من محاولات الفتنة أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن أجندة النسخة الرابعة للمنتدى الذي ينطلق الأثنين المقبل وحتى الخميس بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضحت إدارة المنتدى أن الأجندة تضم عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى وهي السلام والإبداع والتنمية وقبل انطلاق المنتدى يعقد عدد من الورش التحضيرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة بالإضافة إلى تصليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة فضلا عن استعراض مبادرة حياة كريمة باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان في إطار حرص منتدى شباب العالم على إيطاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة في فعليات المنتدى عن بعد وتهدف المنصة إلى إيطاحة الفرصة لجميع المهتمين بمتابعة جميع فعليات وأنشطة المنتدى بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين جميع المشاركين كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين فضلا عن إمكانية المشاركة افتراضيا في المنتدى من خلال قائمة شارك المنتدى أونلاين عبر التسجيل بالإيميل فقط ولأول مرة تستخدم المنتديات من هذا النوع هذه التقنية حيث تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية جمع النقاط مع كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية حيث يتم منح نقاط عن كل مشاركة في فعليات المنتدى ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط في التقاط صورة تذكرية خاصة باستخدام تقنية فوتو بوث صلتت وكالة أنباء الصين شنهوى الضوء على نجاح قناة السويس في تحقيق أعلى إراد سنوي بتاريخها في العام الماضي ونشرت الوكالة تحليلا مطولا استردت خلاله بالأرقام إحصائيات الملاحة في القناة خلال 2021 حيث سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مداري تاريخها محققة أعلى إراد سنوي في تاريخ القناة بلغ ست مليارات وثلاثمائة مليون دولار وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت مليارا ومائتين وسبعين مليون طن وأشرت الوكالة إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت خلال عام 2021 عبور 20.694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18.830 سفينة خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 10% أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 512 متعافيا من فاروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفاروس إلى 324 425 وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 840 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفاروس ومتحوراته ووفاة 19 حالة جديدة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 35826 إصابة جديدة بفاروس كورونا وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ سبتمبر الماضي وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في البرازيل منذ بدء الجائحة إلى 22.386.930 إصابة وأشرت الصحة البرازيلية إلى تسجيل 128 وفاة جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 619.641 حالة أكد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ضرورة قيام انتخابات خرة ونزيها بنهاية الفترة الانتقالية تتسلم بعدها إدارة البلاد حكومة مدنية منتخبة جاء ذلك خلال استقباله لاتصال هاتفي من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في وشهد الاتصال ومناقشة مهمة لتطورات الوضع الراهن في السودان عقب استقالة رئيس الوزراء عبدالله خمدوك من منصبه هذا وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلادها لدعم حوار يقوده السودانيون بتسهيل أممي للتواصل لتوافق وطني لا يقصي أحد نهاية موجزة الثمنة نعود استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل